مؤتمر في دبي يهمك يهمني ويهم جميع سكان هذه المعمورة نحو سبعين ألف مشارك من مئتي دولة يشاركون في مؤتمر المناخ كوب ثمانية وعشرون قمة وصفت بالاستثنائية لعام استثنائي من جهة الكوارث الطبيعية حرائق، فيضانات، جفاف، أعصير قوية ضربت العديد من مناطق العالم بسبب التغيرات المناخية معتمر كوب ثمانية وعشرون يسعى لتوحيد جهود العالم لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارية فهل من آمال لإنقاذ العالم مما يعيش من كوارثة تسببت في وفاة العشرات من الآلاف نهيك عن الخسائر المادية الضخمة التي وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات إذن أرحب بكم أنا يوسف بوفجلين في هذه التغطية الخاصة التي يصحبني فيها مفدنا إلى مؤتمر كوب ثمانية وعشرون زميل عباس الخشالي عباس ما هي أهم النقاط التي ستناقش اليوم وخلال الأيام القادمة في هذا المؤتمر مرحبا بك يوسف وأيضا بالمشاهدات والمشاهدين الكرام أهم النقاط التي ستناقش في هذا المؤتمر الذي تم التحضيل له طويلا هي القضية الأساسية وهي قضية انبعاثات ثاني غاز ثاني أكسيد كربون عن طريق الوقود الأحفوري هذه المشكلة المعضلة واحدة من أهم المشاكل التي لم تطرح خلال المؤتمرات الماضية لم يصرح حول هذا الموضوع ربما نتحدث بالتفصيل عن هذه القضية أيضا خلال الدقائق القادمة القضية الثانية هي قضية المياه وتأثير الجفاف على مناطق واسعة من الأرض كذلك قضية التغذية وأسلوب التنوع في التغذية وتأثير العدام أو تراجع التنوع البيئي على التغذية هناك ملفات وهناك ملف أيضا مهم جدا يوسف طرحها في كوب 27 يوسف وهو صندوق الأضرار والخسار هذا الصندوق الذي لم يمفعل ولكن قبل قليل جاءنا أن اللجنة المؤقتة المكلفة بمناقشة هذا الموضوع يوسف يبدو أنها ستفعل هذا الاتفاق وفي هذا الموضوع هناك الكثير من التفاصيل إذن يعني عباس الأمر يتعلق دعنا نقول بصراحة الأمر يتعلق بالأموال التي يمكن رصدها لمكافحة التغيرات المناخية في الحقيقة المؤتمرات المتعلقة بحماية المناخ تعقد كل سنة ما الذي تغير منذ العام الماضي ومؤتمر كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ واليوم نتحدث عن هذا المؤتمر في دبي نقطة مهمة يوسف يبدو أن مؤتمرات المناخ التي عقدت أول مرة لنعود إلى بعض المعلومات التاريخية حول هذا الموضوع أول مؤتمر هو قمة الأرض في عام 1992 في ريو دي جانيرو في البرازيل بعد ذلك تلتهم مؤتمرات في اليابان وفي باريس وكان هذا المؤتمر في عام 2015 كان واحد من أهم المؤتمرات التي تم تثبيت فيه نقطة مهمة جدا وهي عدم تجاوز درجة ونصف بئوية عن معدل درجات الحرارة المعروفة ما بعد الثورة وما قبل الثورة الصناعية هذه نقطة مهمة جدا وهذه نقطة حساسة بالنسبة لكثير من المصاوضين الآن في هذا المؤتمر السبعين ألف ونريد بإشارة أيضا إلى أن الأمير عام النموة المتحدة وقليتيريش أشار اليوم إلى تقرير خالة أن في عام عشرين وثلاثة وعشرين العام الحالي ربما سيصل بحسب تقرير أيضا من قبل الباحثين الارتفاع في درجات الحرارة إلى واحد فاصلة أربعة وهذا ما تحدثت عنه التقرير المتعلقة بالتغيرات المناخية طيب آمال كبيرة ولكن هناك مخاوف كبيرة نظرا لأن قضية التغير المناخي بدنا نشعر بها في كل يوم في كل منطقة من العالم هل يمكن الخروج حقا بنتائج ملموسة لإنقاذ الأرض لإنقاذ هذا الكوكب هذا ما ينتظر من قبل الكثيرين هنا الكثيرون هنا ينتظرون هذا الموضوع خصوصا من قبل النشاطات ومنظمات حماية البيئة ولكن يوسف دعنا نكون صريحين هناك معضلة كبيرة جدا هناك محاولة لتحميل المسؤولية من قبل الدول النامية على الدول الغربية وهناك العكس أيضا هناك نوعيا من المسؤولية يوسف وبسبب هذه المسؤولية ورمي المسؤولية على كل طرف على طرف آخر نحن نعاني والأرض تعاني لنتحدث عن المسؤولية الأولى المسؤولية الأولى هي المسؤولية التاريخية أكثر من 80% من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون 80% تسببت بها الدول الصناعية الكبرى خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت رائدة في هذا المجال بعد ذلك الآن تصدرت الصين بسبب ارتفاع الانتاج القومي ودخول الصين بقوة في مجال الصناع الآن هناك مفارقات يوسف المفارقة أن الدول النامية أو الدول التي الآن في طور التطور مثل الصين والهند تريد أن تحمل الغرب مسؤولية ما يجري أو ما جرى خلال أكثر من 160 عاما في ذلك تحميل المسؤولية لكل طرف الآخر بما أن هذا المؤتمر في الحقيقة يعقد في دبي في الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى الدول المنتجة للنفط كيف يمكن للدول المنتجة للنفط أن تساهم بشكل أو بآخر في حماية البيئة ونعرف أن الوقود الأحفوري هو واحد من أبرز المسببات للاحتباسات الحرارية نعم سبقتني يوسف إلى هذه النقطة وهي النقطة المهمة نقطة ثانية وهي النقطة المعضلة أيضاً شركات النفطية هناك محاولة لجلب الشركات النفطية على طاولة المفاوضات حول هذا الموضوع ولكن هناك مطالبة من قبل الكثير حتى من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بأن يدرج موضوع ونقطة تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بسبب الوقود الأحفوري ضمن الاتفاقيات يوسف للمعلومات فقط فإن فقط الفحم أدرجة في مؤتمر غلاسكو 26 أدرجة ضمن أنه يجب تخفيض استخدام الكربون ولكن أعود أيضاً للنقطة نفسها وبعد ذلك أكمل لك يوسف حول قضية المهمة وهي قضية النفط مثلاً وزير هندي صرح بكل وضوح قال بأننا لن نتخلى عن إنتاج الفحم لإنتاج الطاقة أعود إلى نقطة النفط يوسف وهذه نقطة مهمة جداً كيف يمكن أن نتوقع من دول كبرى ودول تعتمد اقتصادياتها على الوقود الأحفوري لأن تتوقف عن إنتاج الوقود الأحفوري وهي الأسئلة في الحقيقة التي تطرح الآن على كيفية التعامل مع هذه النقاط في هذا المؤتمر إذن عباس لخشالي مفدنا إلى دبي إلى مؤتمر كوب 28 شكراً جزيلاً لك على هذه الإضاحات على هذه المعلومات شكراً لك يوسف وعلى تواصل إن شاء الله في هذا المؤتمر حقائق ومعلومات عن كوب 28 أي أهدف مسطرة وأي نتائج مرتقبة ماذا عن اتفاقية الطاقة مقابل الماء التي يتوقع برامها بين إسرائيل ودول عربية نتابع ذلك في التقرير التالي مؤتمر كوب 28 حول المناخ ينطلق اليوم من دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة في نسخته 28 فما هي الحقائق التي لا بد أن تعرفها عن هذا المؤتمر؟ يجتمع هذه السنة في مؤتمر المناخ العالمي ممثلو 190 دولة من وزراء ومراقبين ونشطاء في مجال المناخ وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين بهدف التصدي للأضرار الناجمة عن ظواهر التقص المتطرفة والتي يغذيها تغير المناخ وبهدف التوصل أيضاً إلى اتفاقيات جديدة حول كيفية منع الاحتباس الحراري العالمي والذي يعد حرق الوقود الأحفوري من أهم مسبباته فما هي التحديات التي تواجه مؤتمر كوب 28 هذه السنة؟ أحد أهم مواضيع النقاش الساخن على جدول أعمال قمة المناخ لهذه السنة هي التخلص التدريجي العالمي من المواد الأحفورية من الفحم والنفط والغاز لكن العديد من الدول الكبرى المنتجة للنفط تعارض ذلك كدول الخليج والتي من بينها الإمارات العربية المتحدة الدولة المضيفة لمؤتمر كوب 28 في العام الماضي كان هناك حوالي 80 دولة أيدت قراراً بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ويأمل نشطاء المناخ الآن في أن تنضم دول أخرى في كوب 28 لدعم هذا القرار ومن المفترض أن يتحدث المشاركون أيضاً عن بناء القدرة على التكيف مع الأثار الحتمية لتغير المناخ وصولاً إلى الالتزام بتمويل العمل المناخي في البلدان النامية من بين التحديات الأخرى الكبيرة التي ستواجه مؤتمر كوب 28 هو موضوع التوقيع على الاتفاق النهائي لتبادل الطاقة مقابل المياه بين إسرائيل والأردن والإمارات باعتباره مثالاً يمكن أن يحتذا به في سياق مساهمة المشاريع البيئية والمناخية في تعزيز التعاون بين بلدان الشرق الأوسط لكن المراقبين يرجحون أن يؤثر الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل على هذا الاتفاق للمزيد معنا من القاهرة الدكتور سمير طنطوي استشاري والتغيرات المناخية بالأمم المتحدة ومنذوب إفريقيا بالهيئة الدولية للتغير المناخي نرحب بك سيدي في هذا اللقاء بداية يعني قمم كل عام للحديث عن حماية المناخ لكن بالمقابل الظواهر المناخية المتطرفة تزداد حدة في كل حد مرحبا سيد يوسف الحقيقة أن أزمة التغيرات المناخية أصبحت تطال جميع الدول لا توجد دولة على كوكب الأرض بعيدة عن الأصار السلبية للتغيرات المناخية هذه التغيرات المناخية ناتجة في الأساس عن الاستخدام المفرط للوقود الحفري متمثلة في البترول والغاز والفح باعتبارها أرخص مصادر للحصول على الطاقة حرق هذه الكميات الكبيرة منذ الصورة الصناعية في بداية القرن التسعتاشر أدى إلى زيارة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي ووصلت إلى حدود حوالي 420 جزء في البليون وهذا يعني أن هناك زيادة مطردة في درجات الحرارة بالتبعية واضح وهو ما نعيشه دكتور في الحقيقة هذا معروف وهو ما نعيشه الآن لكن اليوم ما الذي يمكن للعالم القيام به لإنقاذ الأرض حينما نتحدث عن ظواهر مناخية متطرفة الكل يجتمع في كل مكان من كوب 27 إلى كوب 28 ما الذي ينقص هنا؟ ما الذي نحتاجه؟ دعنا نؤكد أن هناك أزمة ثقة بين أطرفي التفاوض متمثلة في الدول النامية من جهة والدول الصناعية من جهة أخرى كل طرف يحمل الطرف الآخر المسئولية الدول النامية تحمل الدول الصناعية المسئولية التاريخية عن تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والدول الصناعية تحمل الدول النامية خاصة الدول النامية بزيغة النمو متمثلة في الاقتصاديات سريعة النمو كالهند والصين والبرازيل وغيره مسئولية الارتفاع انبعاستها والتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ما نحتاجه هو الإرادة السياسية يجب أن تتوافر إرادة سياسية لدى الجميع أن تنحى جانبا المصالح الشخصية والمصالح الاقتصادية والنظر إلى قضية المناخ باعتبارها قضية مصيرية وقضية إنسانية في الأساس وليست قضية اقتصادية الترويج للعديد من التكنولوجيات التي تحت مسمى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الوقود الحفري على سبيل المثال قنص وتخزين سانيوكسيد الكربون وخلاف هذه التكنولوجيات حق يراد به باطل فهي تعمل على زيادة انتاج النفط وزيادة حرق النفط وبالتالي يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وأن يتم النظر طيب على ذكر الإرادة السياسية نعيش خلال هذه السنوات الأخيرة مظاهرات حاشدة في كل الدول العالم وهناك حتى بعض الحركات المؤيدة للمناخ لغير ذلك ألم تكفي ذلك لإرغام أصحاب القرار سواء أصحاب القرار السياسي أو الاقتصادي على الذهاب باتجاه حلول ناجعة مستدامة للمناخ دعني وأكد لك أن العملية التفاوضية يتشارك فيها سلاسة أطراف معنية تتمثل في القطاع الحكومي وهم المفاوضين الرئيسيين الذين يجلقون في هذه المفاوضات سواء خلال الاجتماعات الرسمية والاجتماعات الشق رفيع المستوى والاجتماعات القمة التي تبدأ غدا بالإضافة إلى الطرف الثاني وهو القطاع الخاص وهو طرف أساسي في هذا المسلس وطرأ القطاع الخاص مستهدف بأنه سوف يشارك فيه تمويل عملية تمويل المناخ وهي أحد أصحاب العمليات الموضوعات فيها المطروحة على جدول الأعمال والطرف الثالث هي الجمعيات المجتمع المدني والجمعيات حماية البيئة والمتظاهرين الذين يقومون بعمل جيد جدا من أجل الضغط على السياسيين من أجل الخروج بنتائج إيجابية تخدم كوكب الأرض هناك دورات تمت في السابق وكان هناك توجه باتخاذ قرارات ليست في صالح الكوكب الأرض ولكن بضغوط من المجتمع المدني ومن الإعلام تم نظر في هذه القرارات وعلى سبيل المثال كما ذكرت زبيلك في التقرير السابق موضوع التخارج الفوري من الوقود الحفري هذا الأمر طرح في قمة جلاسكو في كوب ستة وعشرين والوسيقة النهائية للمؤتمر كانت تجتمل على نص واضح وصريح وهو التخارج الفوري من الفحر واعترضت بعض الدول التي لها مصالح في استخدام مصادر طاقة مرخيصة من أجل التخارج التدريجي وحتى الآن دكتور سامير باختصار أرجوك حينما إذا أردنا تحميل المسئولية لمن يقف وراء تعثر هذه الحلول القطاع الخاص وهنا نتحدث عن المليارديرات الحكومات أم المجتمعات هي مسئولية مشتركة مع تباين الأعباء الجميع مشترك الجميع في مركب واحد لا يجب تحميل مسئولية والقاء التهمة على الجميع وأنت تقاذف كل الطرفين الكرة النارية باعتبار أن المسئولية هنا أو هنا يجب النظر بعين الاعتبار للأجيال القادمة والأجيال الحالية يجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من أجل الحد من استهلاك الوقود الحفري وبالتالي الحد من انبعاثات غازات الاعتباس الحراري وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة ومساعدة الدول الفقيرة من خلال موضوعات تمويل المناخ هذا باقتصاد دكتور سامير طنطاوي استشاري والتغيرات المناخية بالمم المتحدة ومندوب إفريقيا بالهيئة الدولية للتغير المناخي شكرا جزيلا لك على هذا التحليل وعلى هذه المعلومات شكرا بيذا مشاهدنا الكرام نأتي إلى ختام هذه التغطية الخاصة بكوب 28 نأمل بالوصول إلى اتفاقات يمكن أن تغير من الواقع المرير الذي يعيشه المناخ شكرا جزيلا لكم إلى اللقاء شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم